اشتركوا في القناة مواقع جمع البتكوين طبعا جمع بشكل بج الموقع ده بصراحة جماعة اشتغال عليه لاي فترة يعني موقع كويس بيدفع تمام والشغل عليه حلو يعني هنعرف كده مبدائيا طريقة التسجيل انا مش هفتح حساب جديد ولكن ايه هعرفكم درجة التسجيل ازاي بتكون عشان انا اريدي معي حساب يعني تمام بس بلكم رابط الموقع ان شاء الله تحت الفيديو وده رابط الاحالة بتاعي لاللي حابط طبعا ايه يسجل تحت مني ان شاء الله تمام بعد ما تضغط على الرابط بتاع الموقع بتظهر لك الشاشة اللي موجودة جدامنا دي تمام عشان التسجيل بتضغط على الزر الاحمر بتاع رجستر نضغط عليه تمام بتظهر لك شاشة التسجيل التسجيل سهل جدا يعني مفهوش اي صعوبة اه في الاميل ادرس بتدخل الاميل بتاعك او البريد الالكتروني بتاعك تمام وبعدين بتعمل الباسورد بتاعتك في الحقل التاني وبتكرر الباسورد مرة تاني في الحقل اللي بعده تمام وبعدين بتعمل اه رمز الكاباتشا انت بتضغط على اه اي منت ربود دي تمام بتضغب عليها تشيك طبعا لو زهرت لك اه رمز الكاباتشا بتحلو او بيقول لك اختار صور معينة يعني بتختارها وتضغط تحقيق او ثريفايل تمام لا لو عمل لك تشيك علامة الصح على طول خلاص اوكي مفيش مشاكل ايا كان يعني اللي هو ايه اللي هو بيزهر لك بعد ما بتخلص طبعا الخطوات دي وتحل رمز الكاباتشا بتضغط على ايه المربع بتاع please confirm that you accept our terms of services اللي انت ايه يعني ايه بتأكد ان انت موافق على شروط الخدمة اللي بيقدمها الموقع بتضغط عليها تشيك كذلك لهو تمام وبعدين طبعا بتضغط على ايه على register بتحت خالص بمجرد ما بتضغط على register بدخلك على الموقع تمام بدخلك على الموقع انا مش متذكر اذا كان يعني لما سجلت بعت لي رسالة تأكيد او لا بس على ما اعتقد ان هو مش بعت لي رسالة تأكيد عن البريد بتاعي هو دخلني على الموقع مباشرة بس الواحد كده ايه يعني اللي يسجل يعني للتأكيد لو زغرت له اه رسالة بتقول له لازم ان تأكد البريد بتاعك يروح يوصل على البريد بتاعه يبص كده يشوف اذا كان وصلت له رسالة فيها كود تأكيد ولا لا تمام لو فيها كود تأكيد طبعا هيدغط على كود التأكيد وبيتم تأكيد الحساب بتاعه وتأكيد الايميل بتاعه يعني تمام وبيبجي الحساب بتاعه كده ايه اه فعال يعني وشغل تمام اه انا دلوقتي هسجل تمام وادخل على الحساب بتاعي عشان نعرف محتويات الموقع ايه وازاي بنكسب منه البيتكوين بضغط على تمام ما بتضغط على ساين ان هو بيديك اردي الايميل بتاعك اللي انت سجلت بي في الايميل ادرس او ايميل اللي انا سجلت بي وبعدين بيطلب منك الباسورد فبدخل ايه الباسورد بتاعتي وبعدين بضغط على ساين ان بضغط على الموقع زي ما انتم شايفين كده يا شباب نتعرف كده اولا على محتويات الموقع ايه تمام اه الموقع يا شباب قادي زي ما انتم شايفين كده بيبقى ايه جيب لك الايميل اللي انت سجلت بي تمام وبعدين في الرصيد اللي انت جمعته انا حاليا مجمع ستة وعشرين الف تبتمية اتنين وخمسين ساتوشي تمام تحت منه بيجيب لك كلمة اكاونت تمام خليهم خلي التلت اه ازرار دول دلوقتي نسيبهم بعد شوية هنشرحهم كده تفصيلا مع الزر بتاع اه دي ان شاء الله الاربع ازرار دول هنشرحهم بعد شوية كده اا نبدأ اولا نتعرف ازاي احنا هنبدأ نجمع اا البيتكوين في المبقى ده اا انت كده بتنزل زي ما انتم شايفين انا نزلت التحت في المبقى شباب بيصغر لك اللي هو ايه الا اللي هي رمز الكاباتشا تمام ابن الغد هتشك يا شباب على ايام نوت اربوت تمام بيطلب منك ايه اللي هي ايه الصور اللي فيها وجهة المتجر نعلم عليها تمام وبعدين بنضغط خلاص اوكي وبعدين بنضغط على الزر الاحمر بتاع كليم ناو ده شايفينو يا شباب بتاع كليم ناو اه دي يا شباب بيقول لي اه ساتوشي يعني اتنين وتسعين ساتوشي اند يور اه اه ستة وعشرين الف ربعمية اربعة وربعين ساتوشي تمام يعني كده انا كسبت في المرة دي اه اتنين وتسعين اه ساتوشي تمام اه بعمل تحت وبيبدأ يا شباب ايه يعد العداد تحت نشوف كلمة كليم ناو خلاص اختفت والزر الاحمر بتاع كليم ناو بيجي مش اكتف زي ما انتم شايفين تمام وابتدى العداد يعد من خمستاشر دي جيجة وتنازولي تمام وكده اربعتاشر دي جيجة مسلا وسواني هيبدأ العد التنازولي اذا احنا العملية دي بيجوم بيها يا شباب كل ايه كل ربع ساعة كل خمستاشر دجيجة كل خمستاشر دجيجة تمام بيبدأ يدينا رمز كباتشة جديد نحله وبعدين بيبقى الزر الاحمر بتاع كليم ناو دا اكتف بعد ما نحل رمز الكباتشة نضغط عليه تمام بيدينا عدد معين من الساتوشيات بعدد الساتوشيات اللي بيديهان دي اللي انا بربحها كل ربع ساعة اه اه العدد ده متحدد بناء على ايه اقول لكم يا شباب العدد ده متحدد بناء على ايه شايفين اللي هي تحت الزر الاحمر على طول خط الصغيرة هي بنضغط عليها كده اه هنا بيقولي اللي هي الصوت اللي بيظهر لي لما بتنتهي الخمستاشر دي جيجة يا شباب في صوت كده الموقع بيدهوني لما بتنتهي الخمستاشر دي جيجة يعني ايه مثلا انا فيه صوت معين بيطلح لك الموقع بمجرد من انتهي. انت لما بتسمع الصوت خلاص بتعرف ان ال 15 دقيقة دي انتهت. فتروح على الموقع وتعمل بقى ايه? بتحل رمز الكباتشا وتضغط على الزر الاعمار بتاع كليم ناو عشان تجمع ساتوشيات. تمام? اه بتفاعل الموضوع ده ازاي ان انت بتضغط على ايه? على تشك على ساوند الارما هوين اي كليم اجين. يعني ازهر للصوت لما يزهر الزر بتاع الكليم ده. تمام? اه بتغطي تشك زي ما هو كده انتو شايفين. تمام? الصوت اللي بيزهر لك. بصي شباب انت ممكن تعرف الصوت اللي بيزهر لك من خلال الضغط على ايه? دي. انا حسمعكم الصوت كده يا شباب. سمعت يا شباب? هو ده الصوت اللي بيزهر. تمام? هدي لك مرتاني. هو ده الصوت اللي بيزهر يا شباب اللي سمعتوه لما بتنتهي الخمس داشرة دقيقة. تمام? انت بمجرد ما تسمع الصوت ده اي اي مكان كنت شغال فيه سواء على متصفح تاني تاب تاني شغال في اي حاجة. اول ما تسمع الصوت ده تعرف ان الخمس داشرة دقيقة انتهت. تروح على التاب اللي فاتح فيه الموقع اه بتاع التجميع ده. وتبدأ تحل رمز الكاباتشا وتضغط كليم على الزر الاحمر. وتجمع الساتوشيات. تمام? دي اه حاجة. الحاجة التانية اللي هي الكمية بنقول ازاي بتتحدد يا شباب. الكمية اللي انت بتكسبها في كل مرة ازاي بتتحدد. قال لك انت ممكن تكسب بشكل عشوائي. تمام? يعني اي رقم عشوائي من سفر لحد خمس تلاف ساتوشي. ممكن انت كده وشغال يزهر لك مسلا ميت ساتوشي. خمسين ساتوشي. تلاتين ساتوشي. عشرة ساتوشي. تمام? ممكن يزهر لك تلات تلاف ساتوشي. خمس تلاف ساتوشي. تمام? بص يا شباب. انا ما حصلتش لما اشتغلت يعني في البداية فتحت الموقع وفتحت حسابي. تمام? واشتغلت عليه ما حصلتش ان انا زيتت ع implic vont satųشي. في الموقع ده نهاي. اشتغلت يعني كزا يوم بالشكل اللي هو العشوائي ده. بني حصلش ان انا في يوم زيت عVR ساتوشي. لا بالعكس كان كل حوالي سبعين تمانين اه ستين يعني كده. تمام? فبديني ايه تاني غير للشغل العشوائي? بديني متوسط للشغل بديني متوسط. انا لما بدأت شغلي اه شباب على الموقع وخلاص لغاية العشوائي. تمام? وبدأت ان انا اشتغل على المتوسط كان المتوسط ساعتها اول ما بدأت مية واثنين ساتوشي. فكان كل ربع ساعة انا بضغط خلاص بحرف ان انا كسبان مية واثنين ساتوشي. يعني في الساعة كنت كنت بجمع كام? بجمع حوالي ربع مية وثمانية ساتوشي. كانوا بالنسبة لي ممتزين. تمام? وكنت شغل عليهم. المتوسط بيبدأ ايه? يجل معك يعني كل انت ما تشتغل كل يوم. يبدأ يجل بدل ما مية واثنين يبقى مية مسلا. شوية شوية مسلا يبقى تمانية وتسعين. بعد شهر مسلا يبقى مسلا اه خمسة وتسعين او ستة او اربعة وتسعين. بعد شهر ونص مسلا يبقى اتنين وتسعين. انا عندي حالية من المتوسط اللي شغال عليها شباب اللي هو اتنين وتسعين. اللي هي ظهرت لي من شوية وجل انت كسبتها لما ضغطت على ايه? الزر بتاع كلمنا. تمام? اه فانت وانتو هنا يا شباب اللي حابب يشتغل على الشغل العشوائي. والرقم اللي يطلع له بالحظ باجة لما يضغط على زر كلم. تمام? اوكي يشتغل. لا اللي حابب ان هو يشتغل على عدد معين يبقى هو عارفه. والمتوسط تمام? طبعا الموقع بيعرفه. انا هنا معرفني بيقول لي المتوسط الحالي اللي انا اشغال عليه وبكسبه في كل ربع ساعة اللي هو اتنين وتسعين ساتوشي. انت يا شباب لما تفتحوا المربع ده اللي انا فتحه من خلال طبعا الضغط على السطر الصغير اللي انه ورته لكم. تمام? لما تضغطوا عليه. حيقول لكم نفس الجمل دي بس الكرنت افرج دي مش هتبقى اتنين وتسعين انتكم يا شباب. هتختلف. الله اكبر الله اكبر. نستنى بس لما المغرب يا شباب يخلص ازان ونرجع تاني ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا شباب سلام عليكم. اه تمام يا شباب احنا وصلنا ان احنا ايه? وان اللي عايز يشتغل على الشغل العشوائي. ان هو يطلع له كل مرة بيضغط فيه على زر كلم. رقم بالحظ يعني من زيرو لحد خمس تلاف. تمام? بس زي ما قلت لكم انا ما حصلش مرة ان انا تخطيت المية. كله كان يعني تقريبا كله اجلي من تمانين. تمام? اه اشتغلت على الموضوع ده كم يوم? اه وبعدين دخلت على ايه? على المتوسط كان المتوسط ساعتها بيديني مية واتنين. يعني شايفين الجملة دي يا شباب اللي في القوس حاليا اتنين وتسعين ساتوشي. تقريبا انا لما بدات اه ساعتها كان مية وتنين. يبتدى يتناقص يتناقص لحد ما وصل في الوقت الحالي للمتوسط اتنين وتسعين ساتوشي. تمام? اللي عاوز يشتغل على العشوائي خلاص ما يعلمش شايفين المربع ده? الشي اللي تشك من عليه. اللي عاوز يشتغل على العشوائي. تمام? اللي عاوز يشتغل لا على المتوسط اللي هو بيزهر له. كل واحد فيكم يشوف المتوسط كان ساتوشي اللي هيزهر له. تمام? وعاوز يشتغل حد ان هو يشتغل عليه يعني. يضغط على المربع بتاع اه يعني ان انت عاوز تتلقى دايما او تكسب دايما كل ما تضغط على زر كليم ان انت تكسب دايما المتوسط اللي هو بيزهر لك. تمام? اه انا طبعا شغال على ايه? على المتوسط زي ما قلت لكم شباب لذلك انا حاطب على المربع. تمام? فهمنا كده الحتة دي يا شباب وفهمنا ان احنا بنجيبها من فين? تمام? بنجيبها من خلال الضغط على اللي هي تحت الزر الاحمر اللي بنضغط عليه كل ربع ساعة. بص يا شباب كده خلاص الوقت متعدى دي لك قبل لا اخلص معكم الفيديو او قبل لا اشرح حاجة بسيطة يعني في الفيديو قد الربع ساعة خلصت اهيه. فاضل كام فاضل دقيجة? ويعني شوية ثواني. تمام? مجرد ما تخلص حنسمع صوت يا شباب. حبقى سمعكم الصوت اه اول ما تخلص الدقيجة والكم ساني اللي فاضلين دول. تمام? اه هشرح لكم ايه تاني شباب? في حاجة اسميها المكافأة اليومية. دي المكافأة اليومية بيدهننا الموقع كل يوم. تمام? الساعة كام? الساعة اتناشر بالليل بتوقيت الموقع. تمام? ممكن يفرج عندنا ساعتين او حاجة كده يعني. تمام? الساعة اتناشر بالليل كل يوم. قيمتها خمسة في المية. طب خمسة في المية من ايه? خمسة في المية من عدد الساتوشيات او كمية الساتوشيات اللي انت جمعتها خلال اخر تلات يام. يعني خلال اخر اتنين وسبعين ساعة. تمام? انت الساعة اتناشر بالوقتي. الساعة اتناشر بالليل بالنسبة للموقع. حيديك خمسة في المية او مكافأة يومية. طب خمسة في المية من ايه? حيبص. من اللحظة اللي هو خلاص داخل على الساعة اتناشر لحد تلات يام ورا. او اتنين وسبعين ساعة ورا. تمام? يشوف انت جمعت قد ايه? انت جمعت مسلا اه خمس تلاف ساتوشي. على الحسبة كده. تمام? نجمع خمس تلاف ساتوشي. بياج يضرب هالي. في خمسة المية. وشوف الكمية كان طالعة متين وخمسين ساتوشي يروح يديني بيها ايه? الخمتين وخمسين ساتوشي دي اضفها لي في الرصيد بتاعي بونس. يضفها لي في الرصيد بتاعي بونس. الكلام ده كل يوم بيعمله شباب. كل يوم بيعمله ازاي باجه كل يوم? انها هو خلاص اداني بونس على الان وسبعين. اه اوكي ادك بونس على سابعين تاني يوم بيبص برضو. بيحزف لك يوم من اللي عده. ويضف لك اليوم الجديد اللي انت جمعت فيه. ما انت من اتماشر بالليل اللي هو ادك فيها البونس. الاطماشر بالليل اليوم التاني اللي حديك فيها البونس الجديد. ده يوم كامل. هو بيحزف لك يوم الاخير من التلات يام. ويحط لك اليوم الجديد. يشوف انت جمعت فيه جديه على اليومين اللي هما الجدام. وهك زيارة شباب يكونوا فاهمين الحد دي. بس بشرط ايه يا شباب بيديك البونس ده في يومي بشرط ايه? بشرط ان اليوم يكون اشتغلت على الاجل مرة واحدة فيه. شرط البونس يدولك على الاجل يكون اشتغلت مرة واحدة في اليوم. يعني مرة واحدة كده. دخلت على الموقع وجيت ضغط على ايه? على زر كليم. تمام. كده بتتحسب لك البونس اليومي. بيجي الساعة نشر بالليل. بيشوف انت جمعت جد ايه في اخر اتنين وسبعين ساعة. ويديك عليهم خمسة في المية بونس. اتمنى يا شباب يكون يعني اتفهمت. واللي مش فاهمها يعني تمام? او ما اتفهمتش معه. يصيب لي ان شاء الله تعليق تحت الموقع وانا بقرد عليه بازن الله يعني. تمام? اه هخليكم تشوفوا حاليا البونس دي بتتضاف ازاي للرسيد يا شباب. فنرجع بقى ايه للازرار اللي انا قلت لكم بعد شوية هنشرحه. تمام? لاربع زر دول. اول زر ده اللي هو اكاونت يا شباب بنضغط عليه كده ونشوف ايه اللي فيه. تمام? بص يا شباب اول ما ضغطنا عليه. اداني نفس الصفحة اللي فاتت بس ايه مع اختلافات? ان هو غير لي الازرار. خليل الزر اسمه فوسط. فوسط ده اللي لو ضغطت عليه هيوديني للصفحة اللي عدت يا شباب. يعني انا لما ضغط على فوسط كده. تمام? بروح للصفحة اللي عدت. يزهر لي وزر اللعبة ده. تمام? فما بضغط على اكاونت بروح على ايه? على الصفحة دي. نشوف ايه فيها شباب. فيها الزر بتاع الفوسط قولنا اللي برجعنا عليه. على اه صفحة التجميع. وده يعني اداع لو انت عاوز تعمل اداع في الموقع. تمام? وتلعب به في اللعبة دي. شغل مقامرة يعني. تمام? احنا ما بننصحش به الكلام ده خالص. لان احنا نعمل اداع ونلعب في اللعبة دي. ولا حتى من الحاجات اللي احنا بنجمحها في الموقع برضو ما نلعبش اللعبة دي. لان لعبة مقامرة يعني وبلاش يعني حد يلعب فيها شباب. تمام? ما نحبش نحدي لعبها انا مش هشرحها اصلا تمام. يريت ان هي عبارة عن لعبة انت يعني كأنك بتجامر فيها بتلعب كأنك مقامرة يعني بالزبط. تمام? فما نصحش حد يلعبها يا شباب. تمام? وزدرو ده الزر اللي انت ايه? بتضغط زر السحب ده. بتضغط عليه. تمام? بتتم عملية السحب بتاعتك. وحنشرح بتتم ازاي. ده لو عاوز انت تغير ايه الباسورد بتاعت الحساب بتاعك اللي انت دخلت بها. تضغط على الزر تمام? تضغط مسلا ونشوف فادي لك هنا بيقول لك ادخل ايه الباسورد الحالية بتاعتك وبعدين بتدخل الباسورد الجديدة ودخل الباسورد الجديدة مرة تانية وبعد كده بتضغط سدمت خلاص بتبقى الباسورد بتاعتك اتغيرت يا شباب. تمام? زي ما قلت لكم ده ده زر اللعبة اللي هو بدخلك على اللعبة اللي هي ايه? يعني عبارة عن مراهنات او مقامرات. تمام? مش هنشرحها. مش نتعرض لها. انا ما بشتغلش عليها بالامانة ولا عمري بسطلها يعني. تمام? يعني فبالامانة كده ما بشتغلش عليها. فما بنصحش حد ان هو يشتغل عليه. لان هي مقامرة يعني. تمام? اه عاوز اقول لكم على الحاجة تانية اللي هي ايه? العمليات اللي انت بتجمحها يوم. بصوا شباب. اه دي كل مرة بتكسب فيها يعني كل ربع ساعة بتكسب رقم معين اهو. بصوا شباب. اه دي لك ده التاريخ. اللي هو عشرة عشرة. عشرة عشرة يعني مبارح. انا بس سجل لكم النهاردة الفيديو 11 عشرة 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 يعني مبارح. بصوا كده كان المتصب بتاعي بكسب هي ستة وتسعين. ستة وتسعين. ستة وتسعين. تمام? ده هنا بيعرض لك يا شباب اخر عشر عمليات. اخر عشر عمليات بيعرضهم لك. تمام? يعني لو عدنا دول هنلاقيهم عشر. واحد اتنين تلاتة وخمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. اخر عشر عمليات اللي هم بيعرضهم يا شباب. لو بصيتوا كده ده الشغل ده كان مبارح اللي هو عشر عشر. دي لك ستة وتسعين ستة وتسعين ستة وتسعين كان المتصب بتاعي. بصوا كده اللي انا شرحتها لكم من شوية. اهي. شايفين الساعة كم? زيرو 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 يعني دي اتناشر بالليل يعني. دي اتناشر بالليل. يوم كام? بداية اليوم الجديد اللي هو احتاشر عشر. الساعة اتناشر بالليل بالزبط. قداني ديلي بونس خمسة في المية. كم? كنت مجمع ساعتها خمسة الاف سبعمية وستين في الاخر كلتان في اخر اتنين وسبعين ساعة لو اتلكم عليها. خمسة الاف سبعمية وستين. حسب هم لي في خمسة في المية. طلعوا متين تمانية وتمانين ساتوش يدهم لي اهو. تمام? اضفهم لي على الرصيد بتاعي. بعدين انا اشتغلت طبعا بعد الساعة اتناشر بالليل اقود لك ستة وتسعين ستة وتسعين ستة وتسعين وبعدين المتوسط اتغير بيجي اربعة وتسعين. لو تبصوا تغير تقريبا حوالي اتناشر الضخر. بيجي اربعة وتسعين. تمام? وبعدين التغير بيجي اتنين وتسعين. اتنين وتسعين. دي اخر حاجتين انا عملتهم انا وبصوركم الفيديو. اتنين وتسعين دي واتنين وتسعين دي. تمام يا شباب? كده عرفنا ايه? ادي لي بونس ازاي بتتضاف للرصيد. وعرفنا العمليات. ايه تاني بيتعرض لي? نزل لتحت شوية يا شباب هنلاقي العمليات اللي هي ايه? تم اه يعني اللي انا سحبتها يعني. تمام? الكميات اللي انا سحبتها برضو بيعرض لي اخر عشر عمليات. واحد اين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. المفروض هم عشرة. دي لك بيقول لي ماكس مام شون عشرة. بقول لي عشرة هو عرض هنا تماني. نعلن. كل يا شباب الكميات دي انا سحبت. ووصلت لي للمحفظة بتاعتي بالفعل. ادي لك اخر حاجة. احداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين. وادي احداشر الف اه اه تمنمية تسعة وخمسين. واتناشر الف خمسمية وتمانين. واتناشر الف سعب عشر. واتناشر الف سبعة عشر الف وعشر كلاف. وهكذا. تمام? كل الحاجات دي يا شباب انا سحبتها. وحوريكم اخر عملية مسلا دي في المحفظة بتاعتي. حوريكم اخر عملية في المحفظة بتاعتي. تمام? وحوريكم الرسالة اللي وصلتني بها على الايميل. وحوريكم عالية السحب بتتم ازاي يا شباب? عشان ايه? عملية السحب في الموقع ده. يعني اه لها شكل معين كده بتتم بي. تمام? اه فتركزوا معي باجا لما اجي اشرح عملية السحب بتتم ازاي فتركزوا معي فيها يعني. تمام? ايه تاني يا شباب? عاوز اشرحوا هنا. نقولنا كده جميع الازرار دي احنا جلناها تمام? آآ نقولنا كده ان احنا بنكسب من التجميع كل ربع ساعة. ووجونا بنكسب اللي هي الخمسة في المية على اخر شغل انا عملته آآ خلال اتنين وسببين ساعة. تمام? دي كل يوم يا شباب هتلاقيها دخلت لك الساعة نشر بالليل. كل يوم. تمام? على شغلك. فكل ما انت اشتغلت كتير. كل ما دي بتكبر معك. تمام? آآ ايه تاني نروح فينا يا شباب? طيب خلينا نرجع لصفحة التجميع كده يا شباب. نرجع لصفحة التجميع. حاجة تاني ممكن اكسب منها في الموقع ده شباب آآ ساتوشيات اللي هي ايه? عن طريق الريفلال. طريق الريفلال لان انت الرابط بتاعك في الموقع بيديك الرابط معين. عشان اترويج بيه للموقع. الرابط ده بتدعي من خلاله اصدقائك اللي بيسجيه تحت منك. انت الموقع بيديك بونس على شغلهم خمسين في المية. تمام? بونس على شغلهم خمسين في المية. بتجيب الرابط ده من فين يا شباب? بتجيبه من خلال الضغط على زر اللي انتم شايفينه ده. بضغط عليه. تمام? عندينك بيقول لك ايه? انت بتاخد خمسين في المية على اللي هما سجلوا يعني تحتك يعني. تمام? فين الرابط اهو يا شباب. واللي هو الرابط ده. الرابط ده. تاخده. تمام يا شباب? يعني تدي لاصحابك اصدقائك معارفك جرايبك. تمام? تنشره على الفيسبوك على تويتر. تمام? طبعا على كوبي دي اللي بتزهر لك. بعد ما تعلم عليه وتلسكه في اي مكان انت عاوز ترواجه. تمام? دي اه طريقة طبعا ايه? اخر طريقة للربح الستاتيشيات من الموقع ده. تمام يا شباب? اه منيجي بجأة لايه? لاخر حاجة في الفيديو اللي هي عملية السحب بالتم ازاي? انا حوريكم يا شباب السحب ازاي? اه اه يعني كده عملي دلوقتي. انا اصلا صاحب الرسيد ده يتكون عشان اشرح لكم بالفيديو وايه? واسحب جدامكم او اخلي عملية السحب كده ايه? جدامكم انا وبشرح الفيديو. تمام? انا فاضل يا شباب كده ايه? واعمل كلم. فاضل تلات دجاج. هخلي ده لتلات دجاج ده تمر يا شباب واعمل كلم. تمام? علشان قدر الكمية اللي هتجيني بيعضيفها للرصيد اللي انا هاسحبه يعني. تمام? وارجعو لكم تاني. خلاص فاضل يا دجاجة يا شباب. قبل ما تخلص الدجاجة هقول لكم على حاجة. بالنسبة لل او المكافأة اليومية يا شباب. بص يا شباب هو هنا. يعني انت لو بسيته كده احفظوا المكان ده عشان ايه? اتدوروا عليه في الموقع عنديكم. هنا بيقول لي ايه? بيقول لي نديري البونس بتاعتك. حاليا انا مجمع في اخر اتنين وسبعين ساعة اللي هي خمس تلاف تمانية وسبعين آآ ساتوشي. هو بيقول لي انت تجميع خلال اخر اتنين وسبعين ساعة خمس تلاف تمانية وسبعين ساتوشي. تمام? بيقول لي ايه الكمية اللي انا هاخدها عليهم الكمية دي. يعني انا هاخد خمسة في المية على الكمية دي كام? وقال لي متين اربعة وخمسين. متين اربعة وخمسين ساتوشي. تمام? بعد ما اعمل اه كلمة يا شباب. بعد ما تخلص خلاص الكم سانية دي لفضله واعمل هنا طبعا الكمية هتزيد. ال خمس تلاف ثمانية وسبعين ساتوشي دي هتزيد. ممكن طبعا هتبقى ايه? خمس تلاف مية وكسر. تمام? بعد ما تزيد طبعا الخمسة في المية اللي عليها هتزيد. بدل متين اربعة وخمسين حتزيد. هنعمل الكلمة شباب و هنبص ايه نشوف الرقم ده زاد بيجي ايه والرقم ده زاد بيجي. هدي لك خلاص يا شباب هدي لك. خلاص ادي خلاص كده يا شباب ايه? الخمستاشر دقيقة انتهت نضغط على الكابوتشا. اول ادي لك. مسلا وبعدين نضغط وبعدين نضغط اكليم ناو. اه دي بقولي اتنين وتسعين ساتوشي. حسابك بيجي ايه? ستة وعشرين الف ستة مية تمانية عشرين. دي ان شاء الله الكمية لحوريكم ازاي بنسحبها يا شباب. تمام? وبعدين بنا نضغط اقلوس. بصوا شباب كده بعد ايه الصفحة محدثت. بصوا كده. بصوا كده بتاعة الدي لبونس شايفين الرقم تغير بدل ما خمستلاف تمانية وسبعين كانت بيجيت خمستلاف مية وسبعين. لتسعين ساتوشي الاخيرة دي اضافت عليه على الرقم ده. بيجيت خمستلاف مية وسبعين ساتوشي. شايفين البونس زادت على طول. تقريبا كانت اه اربعة وخمسين او حاجة زادت تقريبا خمسة ساتوشي. كانت متين اربعة وخمسين او متين اه ستة وخمسين تقريبا. مش متذكر بالزبط المهم زادت حوالي اربعة ساتوشي او تلاتة ساتوشي يعني. تمام? وفي كل مرة بعمل اقليم الرقم بتاع الخمستلاف مية وسبعين ده بيزداد بالقيمة الجديدة. والرقم اللي هو الخمسة في المية اللي هي متين خمسة وتسعين دي بتزداد بالقيمة الجديدة. لحد ما وصل لحد الساعة 12 بالليل في اليوم اللي انا بسجل فيه ده يا شباب. وصلت مسلا لستلاف ساتوشي وليكن. في التجميع. اه بيدروك لستلاف خمسة في المية بيطلعوا حوالي تلتمائة ساتوشي بيدروفهم لي على الرأس دي بتاعي. تمام يا شباب? اه انا دلوقتي حوريكم طريقة السحب بالتم ازاي يا شباب ده. قبل طريقة السحب بالتم ازاي? اه حوريكم اثبات الدفع بتاع المطوع. قلت لكم انا حوريكم على اخر ايه? على اخر عملية. نروح على كده. ونجيب اخر عملية انا كنت ايه? انا كنت ساحبها. شوف اخر عملية نضغطها نزلتها خالص كانت اخر عملية شباب يوم سبعة وعشرين تسعة. تمام? اه باحداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين. يوم سبعة وشرين تسعة باحداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين ساتوشي. تمام? اه اه هنروح اولا هوريكم الرسالة اللي جاتني على على الايميل. الرسالة اللي هي جاتني على الايميل. هنروح على الايميل كده نشوف. بص يا شباب. بص اه دي يوم قام سبعة وشرين. سبعة وشرين سبتمبر. سبعة وشرين سبتمبر. بص يا شباب. دي لك جاتني ارسالة يوم سبعة وشرين. يوم سبعة وشرين سبتمبر. هي هنا كم كانت العملية يوم كم? نشوف كده. يوم سبعة وشرين سبتمبر اللي هو عملية السحب. تمام? مصبوط. بمجرد انا ما اقول له اسحب. بيبعات لي رسالة على ايه? على على الايميل بتاعي. اللي انا سجلت به طبعا. وهو للكميل اللي انت عاوز تسحبها. قدي كزا مسلا. تمام? وبيديني رابط. الرابط ده لازم يا شباب اضغط عليه. علشان الرابط ده من خلال ضغط عليه بأكد عملية السحب. وما تضغطش عليه يا شباب. صلاحية الرابط ده بتنتهي خلال ستين دقائجة. ما تضغطش عليه خلاص عملية السحب مش هدتم. تفهموا الحتة دي وحوررها لكم لما اسحب دلوقتي. تمام? انا بس بوريكم اسبتات الدفع بتكون ازاي من الموقع. دي اا اول حاجة عاوز اوريها لكم. تمام? اروح على الموقع يا شباب. كده اعرفنا. اوريكم كمان المبلغ في المحفظة بتاعتي في اكزابو. تمام? اروح على اكزابو كده. ها دي يا شباب انا كده في اكزابو. المحفظة بتاعتي. طبعا شكل الوجهة بتاعت اكزابو طبعا اختلفت في تحدثات حصلت مؤخرا يعني. اه ان هي اضافت للمحفظة اضافت للموقع يعني اضاف لي. اه مجموعة اه عملات اخرى وكل عملة بكلها محفظة خاصة بها يعني. تمام? اه المهم العملة الخاصة بالا بالبيتكوين او الساتوشيات. اللي هي بتبقى البيتكوين اول واحدة. بنضغط عليها. تمام? اه دي يا شباب. نشوف هي كانت يوم كام? قلنا قلنا يوم سبعة وعشرين تسعة. دي من حوالي سبعة عشر ساعة دي. دي كانت من فوس. دي اربعة اكتوبر. دي تمانية وعشرين اكتوبر سبعة وشرين. آه تمانية وعشرين سبتمبر يعني 229 يعني. هي شباب هي العملية دي. بص يا شباب. هي العملية دي هتحشية الف سبعمية تلاتة وتلاتين. يوم تمانية وعشرين. انا طبعا عمل لعملية الساعة او طالب عملية الساعة بيوم سبعة عشرين. بتوصل للمحفظة بتاعتي خلال اربعة وعشرين ساعة. وصلت يوم تمانية وعشرين. تماما شباب? احداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين. لو بصينا على الموقع هلاجيه هلاجيه بالزبط هو الرقم احداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين. تماما شباب? ده اه اسبات الدفع من وعملات كتير تاني شباب انا ايه? الحمدلله وصلتني يعني. تمام? الموقع رائع بصراحة وموثوق فيه جدا جدا جدا. تمام? دي كده العملية شباب. نقولنا العملية بتاخد حوالي اربعة وعشرين ساعة. يعني انا على ما اسكر في الفترة اللي انا اشتغلت فيها كان اقصى عملية ممكن تاخد تمانية واربعين ساعة ان المبلغ اللي انا سحبته تمام? المبلغ اللي انا سحبته وصللي عليها يعني. نروح بقى يا شباب نشوف عملية السحب بالتم ازا. نروح على موقع كده. تمام? ونقلع فوق. تمام? ونقول له ايه? ونقول له ايه? شايفين المبلغ اللي هيتم سحب يا شباب? عمتنا يا شباب يعني عشان تبقوا عارفين. اه الحد الادنى للسحب عشر تلاف ساتوشي. يعني انت بمجرد ما تجمع عشرة تلاف ساتوشي تقدر تسحبه. تمام? وعملية السحب يا شباب معليهاش اي رسوم. يعني انا حاليا لحاسحب ستة وعشرين الف سبتمية تمانية وعشرين ساتوشي هتوصل لي في المحفظة بتاعتي. اكزابو هتوصل لي بالزبط نفس الرقم. ستة عشرين الف ستمية تمانية وعشرين. زي ما لكم اثبات السحب الجديم من شوية. كان احداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين. اللي انا سحبت وصلني في المحفظة احداشر الف سبعمية تلاتة وتلاتين. نبدأ بقى كده نشوف يا شباب عملة السحب. نضغط على ايه? على زر شايفين يا شباب? بيتفتح لي الصفحة دي. طبعا هنا بيقول لي ايه? بيقول لي اه العنوان بتاع المحفظة بتاعتي يعني? تمام? وبيطلب مني الباسورد. بتاعتي اللي انا بدخل بيها على موقع. لازم ادخلها يا شباب. تمام? وبعد ما بدخل دي يا شباب شايفين? هو بيقول لي كده الرصيد المتاح ليك ستة عشرين الف ستمية تمانية وعشرين. لو انا عاوز اسحب الرصيد كله بضغط على الزر وهو اقصاد المبلغ شايفينه? لا لو انا عاوز اسحب جزء بس منه بنزل تحت واكتب الجزء اللي انا عايز اسحبه. تمام? في الحقل ده. واضغط بعدين على ايه? على تمام? انا طبعا عاوز اسحب المبلغ كله. فبضغط على بيقول لي المبلغ ده اللي هو ستة عشرين الف ستمية تمانية وعشرين ساتوشي اه المحفظة يعني عنوان المحفظة بتاعتي. بضغط على هدي لك ده التأكيد. اولا تأكيد بعدين لما بسحب بيقول لي اكد كمان بيقول له بضغط عليها. تمام? بيقول لي خلاص. اه الطلب السحب تم. تمام? بس ايه باجا? بيقول لي ان هو بتبعت لي رسالة على الايميل بتاعك فيها اه رابط تأكيد لازم اضغط عليه خلال ستين دجاجة. تمام? لو ما ضغطش عليه خلال ستين دجاجة الرابط ده هتنتهي صلاحيته. خلاص يا شباب انا ايه? باجي اجافل دي اعمل لها واطلع على طولع على ايه? على الايميل بتاعي. قديلك الايميل يا شباب. بصوا يا شباب الرسالتين اللي تحت يدي لها ملناش دعوة بيهم. شايفين الرسالة دي شباب? اللي هي وصلت قديلك حاليا. تمام? في لحظتها بتوصل الرسالة. بونس بتكوين. اللي هو اسم الموقع. تمام? بيقول لي بونس بتكوين. يعني تأكيد عملية السحب في موقع بونس بتكوين. نضغط هرسالة نفتحها. ادي يا شباب يديني المبلغ. يقول لي المبلغ اللي انت هتسحبه يعني ستة وعشرين الف ستمية تمائة وعشرين ساتوشي. من الموقع بونس التكوين. لحساب المحفظة بتاعتي ايه? تمام? واضي رابط التأكيد. اللي يفاتح يا شباب الموقع في نفس المتصفح اللي هو فاتح في الايميل بتاعه. يضغط على الرابط مباشرة. لا لو انت فاتح الايميل بتاعك في متصفح. والموقع فاتحه في متصفح تاني. تبتاجي واخد الرابط كده كوبي. تمام? زي ما انا هعمل كده بالزبط. وتطلع على المتصفح اللي انت فاتح في الموقع. تفتح تاب جديد. وتاجي عامل ايه? بشارقة العنوان فوقه وتضغط. بقول لي خلاص كده تم التأكيد. تم تأكيد عملية السحب. بقول لي ايه? خلاص يعني المبلغ هيوصلك ان شاء الله للمحافظة بتاعتك خلال اربعة وعشرين ساعة. وبعد هنا بنضغط تماما شباب. وبنرجع لمكانة تاني في الموقع. بصوا كده يا شباب لما انا رجعت للموقع وعملت للصفحة الرصيد الصفر. هتجي لك بيقول لك ايه? يعني حسابك بيجي زيرو ساتوشي. الحساب الصفر لاني خلاص اتسحب. طيب عايزيني نشوف هل العملية بتاعتنا سجلت في العمليات اللي هي بعرضها للموقع علاء. بناجي داخلين على تمام? وننزل تحت خالص تمام? ونشوف. ادي يا شباب العمليات سجلت فعلا. وصدروه بس ايه العملية ايه? معلقة. العمليات متعلجة. هدي لقيمتها ستة عشرين ستمية تمانية وعشرين. بمجرد المبلغ ما يوصل للمحفظة بتاعتي طبعا زي ما قلنا خلال اربعة وعشرين ساعة على الاقصر تمانية واربعين ساعة. تمام? اه كلمة دي بتتغير وبتبقى بدالها كلمة تمام يا شباب? وبنرجع للصفحة الرئيسية بتاعتنا تاني يا شباب. خلال الضغط على زر فوسيت. اظن كده يا شباب احنا ايه? لمينا كل محتويات الموقع. يعني ماشينا في الموقع اه تكة بتكة. الفيديو اي نعم. يعني مش الفيديو ده بس. انا جميع الفيديو هات ممكن اللي بعملها بتكون طويلة الى حد ما. بس انتم عارفين الواحد ما بيحبش ايه الكروت الشرح يعني بيحب يشرح بالراحة علشان خاطر كل الناس تفهم. الواحد ما بيحبش يعمل فيديو الا ان هو بس هيحط رابط الاحالة بتاعته عشان نرواجه ولا عشان نجيب مشاهدات على فيديوهات قصيرة للقناة ولا لا. عايزين اللي يسمع الفيديو بتاعنا يستفاد منه فعلا. اللي يسجل تحت منينا فعلا يكون اخد خدمة. تمام? مقابل ان هو سجل على الرابط بتاعنا. تمام? اللي سمع الفيديو وقعد سمع الفيديو واستفاد منه بحاجة احنا نستهل المشاهدة بتاعته للفيديو. يعني مش عاوزين نعمل حاجة كده وخلاص. تمام? اي حد يا شباب يسمع الفيديو. يسجل. تمام? جبلته اي حاجة خلال الشغل في الموقع. حس ان احنا مشارحناهاش. تمام? او ما شرحناها يعني. حس ان احنا مشارحناهاش اصلا او شرحناها بشكل مش مفهوم. يعيد علينا السؤال تحت الفيديو واحنا باذن الله هنرد عليه. تمام? اي حد حاسس ان فيه حاجة معينة اه احنا اخطأنا فيها في الشرح. يرجعنا فيها ويلفت نظرنا اليها. وحنشكره جدا برضو. تمام يا شباب? اه اظن كده ايه? يعني انتهينا خلاص من شرح الموقع بتاع النهاردة. اشوفكم باذن الله على خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة